موسيقى صبحكم الخير يوم الثالثة اثنين كانون الثاني يناير يوم الامر هو امر عملاق بيكتمل الساعة اثنين الى ثلاث بعد ظهر بتوقيت بيروت الامر فلمون ببرش السرطان كيف رح بتكون تأثيرات هالفلمون العملاق على كل الابراش منبلش مع برش الحمل بنسبة لالك مولود برش الحمل اليوم هيدا الامر نوعا ما بتحس انه ضاغط عليك نفسيا بتحس حالك انك متضايق مخنوق شوي بسبب كترة الضغوط او بسبب مسألة وحدة هي اللي ملبكتك ولا علاقة فيك انت شخصيا يمكن تكون عائليا بالرغم من هالشي بتضل الموليد الاكثر حظا 14 و15 نيسان ابريل بنتقل لبرش الثور تأثير هيدا الفلمون الامر البدر العملاق ايجابي جدا عند مولود برش الثور هناك انفراج هناك قدر عند مولود برش الثور حتى ينطلق بسرعة وبقوة وبنشاط كتير كبير مولود برش الثور تعتبر اليوم من الاشخاص اللي بيحركوا محيطهم هناك ديناميكية كتير قوية اليوم مولود برش الثور كلمة وحدة منك بتحرك الامور العالقة وبالتالي ضروري اليوم تروح الامتحانات اللقاءات والاجتماعات وين ما كانت اليوم لازم تبين الاكثر حظا موليد 20-21-22 نيسان ابريل بنتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور حلو اليوم تعمل حساباتك تغط شوي تهدى شوي تركز شوي على حساباتك او على دروسك يمكن عندك امتحانات انت مقبل عليها بالمدرسة او بالجامعة وبعد ما درست شي مرأة العطلة منك دارس شي اليوم مولود برش الثور لازم يركز شوي على اعماله على نوعية شغله ويحضر حاله قالوا فرحظنا 15-16 حزيران يونيو كمل مع برش السرطان حلوة كتير تأثيرات هيدا الفلمون العملاق من برشك لانه عم يعطيك قوة وزخم مضاعف يعني منه فلمون طبيعي هيدا الفلمون هالمرة هيدا السنة بيعطي مولود برش السرطان قوي عزيمة قوية ورغبة بانه يضحش مثل ما نحنا بنقول باللبناني وياخد قرارات وخطوات كتير كتير كبيرة الأفكار اللي بتخطر على بيلك بارح واليوم ممتازة جدا فحاول مولود برش السرطان تركز شوي حتى تختار الأفضل للك الأكثر حفظا تسع عشر وواحد عشر تموز يوليو هلنك كل موليد شهر تموز مرتحين على وضعون في عنا شوية إكسبشنز شوية ضغوط عن تنين عشرين تلات عشرين وارب عشر حزيران يونيو مكمل مع برش الأسد بعدو الجوعد مولو برش الأسد تعبين نتفي تعبين من ناحية فلكية من ناحية انه نوعية الوقت مش لألك نوعية الوقت مش للتحرك نوعية الوقت حلوي إذا بدك ترتاح إذا بدك تقعد وتعيد قراءة الأمور ترتب أمورك تصفي بعض الحسابات تقومي بعض التسويات لكن القرارات الكبيرة بدك تتركها لبكرة بكرة تنطلق السنة الجديدة عندك تبقى بالرغم من هالجو الأكثر حظا 17 و 18 أب أغسطس مكمل مع برش العذراء اليوم مولود برش العذراء متحمس بعدو عنده حماسة قوية فيه تفائل كتير كبير مولود برش العذراء حتى يمكن اليوم يمشرع كتير ما عنده مانع أبدا أنه اليوم يكون هار حافل بالنشاطات مبكر على السنة ومع كل الحق مفروض تكون سنة كتير حلوة وبتبقى الموالية الأكثر حظا 23-24-25 أب أغسطس 12-13 أيلول سبتمبر مكمل مع برش الميزان بالنسبة لبرش الميزان بعد أنت لقت السنة متعبة تقيلة بالنسبة لك فيه شعور بالتعب لأنه فيه مسئولية كبيرة بتوقع عليك وبالتالي اليوم مولود برش الميزان شخص مطلوب منه أنه يكون واعي واعي لمسئولياته تجاه العائلة أو يمكن تجاه المجتمع وكأنه فيه شغل وراكد مولود برش الميزان هو يلي لازم يقلع السنة سواء كان بالمكتب أو بالبيت يعني اليوم نهار متقلب لكن الأمور ما راح تضل هيك بتبقى الموالية الأكثر تعبا 23-24-25 سبتمبر 17-18 أكتوبر منتقل لبرش العقرب نهار ممتاز عند مولود برش العقرب ولازم تكون بالشغل لازم تكون عم بتكمل أو عم تنطلق بالسنة الجديدة بحماسة وبقوة لكن بدك تنتبه عندك قوة كتير كبيرة جبارة بتخليك تنفذ كل الأمور الصعبة وتحصل على اللي بتريده اليوم الحظ لجانبك الحظ معك 100% لكن بدك تكون حذر إذا كنت من موليد 6-11 نوفمبر هناك تهور هناك تسرع وأحتمال يكون فيه مشاكل أما الأكثر حظا هو بالرغم من هالشي 19-11 نوفمبر فبتكون تعرفوا تخلطوا الأمور وتتصرفوا بهدوء وبوعي بنتقل لبرش القوس بالنسبة لبرش القوس تابع الأمور مثل ما لازم مش إنه قلعنا السنين طلقت السنين ويلا كيف ما كان يلا ما حدا رح يشتلق الكل معجوق لا الكل واعي والكل مسحسح ومطلوب منك تكون مسحسح مثلهم وأكتر هناك تفاصيل بدك تلتفت هناك تفاصيل بدك تطلع عليها هناك أمور بدك أنت اترافقها لحتى يمشي حالها ومطلوب منك إنك تاخد خطوة ومبادرة اتجاه الآخرين لتصحيح الأمور 6-17 ديسمبر بيضلوا الأكثر حظا بنت إيه لبرش الشادي بالنسبة لبرش الشادي الجو متوتر عندك لكن مش ناقصك أنت أبدا شخص أو مش ناقصك قوي أو طاقة أو حماسي عندك حماسي كتير كبير لكن تسرعك يمكن انفعالاتك ردات فعلك المتسرعة هي اللي بتوقعك اليوم بالمشكل أنت شخص اليوم كتير أبضاي ونشيط وقوي ومستقوي على الكل لكن حاول تتواصل مع محيطك بطريقة شوي لبقى وديبلوميسية أكتر بشكل خاص 22-23-24 كانون الأول ديسمبر أنت الأكثر تعبا فكون حذر مكمل مع برشد دلو مولود برشد دلو ضروري تكون عارف شو عندك ارتباطات وأشغال ومسؤوليات بهذا النهار يمكن تعبين إذا بتقدر تلغي الأمور المعقدي اليوم بيكون منيح شرط أنه متأجلة لثلتة يام اللي جاي اليوم نهار طويل نهار متعب ونهار متطلب صحيا وأيضا حتى بيشغلك وبيبيتك فتكون منتبه تبع الأكثر حظا 6-7-8 شبهات فبراير كمل مع برش الحوت مولود برش الحوت أنت من الأشخاص القوية جدا من الأشخاص القوية اللي أنه في عنده نحظ كتير حلو يعني حتى بمجرد أنك تفكر بالقصة يمكن تزبط طلب وتمنى مثل ما نحنا منقول ومنعرف الجو ممتاز من أفضل الأيام بصراحة بهذا الشهر في أيام حلوة وهذا اليوم هو من أفضل هالأيام أيضا الأكثر حظا 7-8 و 9 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سني معقولة تحطك أمام فرصة للارتباط لتكمل شغل لتنتقل إلى مرحلة أفضل بالشغل لحتى يجيك قبول من جامعة أو لحتى أنت تغير مسار أو حتى ترتبط عاطفيا سني كتير مهمة إذا عرفت شو نقيت شو تختار كانون الثاني يناير أيار مايو وسبتمبر هن أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي